في أعالي قمم جبال الجعفرية تغيب تفاصيل المكان وتمتزج السحب بقمم الجبال وفي الطريق إلى عالي منطقة سامد بمديرية الجعفرية بمحافظة ريمة يواصل الناس حياتهم بمشقة كبيرة متزودين بصلابة الروح التي تعانق السحاب وتحكي تأريخا مر من هنا وما يزال قائما حتى اللحظة ليبقى الإنسان والمكان شاهدين على الحضارة والتأريخ هنا واحد من معالم القرية الشهير مسجد العوبلي المسجد الذي ما يزال على هيئته الأولى محتفظا بكافة التفاصيل والنقوش والعقود والزخارف القديمة حيث بناه أحمد بن نور الدين العوبلي في العام 338 هجرية المسجد الذي كان واحدا من مراكز العلم الشرعي ما يزال محتفظا بمعالمه كما يحتوي على مخطوطات إسلامية قديمة مكتوبة بخط اليد لكنها عرضة للإهمال والغبار حيث تبقى هنا إلى جوار ضريح العوبلي سبحته الكبيرة الحجم التي يروى في الأثر أنها كانت رفيقته في مجلسه الدائم تحتضن القرية التي بناها الأتراك لاحقا هذا المسجد حيث تبقى محتفظة بطرازها المعماري العثماني كما هو عليه منذ النشأة الأولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر